في سياقا آخر حيث يملك العراق بارا نفطية برية وبحرية مشتركة مع الكويت وإيران التي تساري عن الخطى لاستثمارها العراق استشعر منذ عامين خطر عدم اللحاق بالحراك السريع الذي تقوده دول الجوار ولا سيما إيران التي رفعت انتاجها خلال فترة قصيرة بنحو 500% من إحدى الحقول المشتركة مع العراق الأمر الذي يطرح مخاوف استنزاف النفط في هذه الحقول ولن يجد العراق حصة فيه بعد أن يتم استنزافه تماما من قبل الجانب الإيراني منذ العام 2020 حذرت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية من أن تأخر في استثمار الحقول قد يضيع الكثير من الخزين لصالح دول الجوار مؤكدة أن الدولتين أي إيران والكويت قامتا في وقت سابق باستثمار تلك الحقول من خلال شركات استخدمت أحدث الطرق التكنولوجية يوجد في عراق 24 حقلا نفطيا مشتركا مع إيران والكويت إضافة إلى سوريا من بينها 15 حقلا منتجا والأخرى غير مستغلة وأبرز تلك الحقول هي سفوان والرميلة والزبير مع الكويت ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكة ونفط خانة مع إيران كل ما تقدم هو أصل قصة تسابق كل من إيران والكويت على استثمار الحقول أمام البوابات البحرية لمشروع ميناء الفاو الكبير ينشغل العراق بعيدا عن تلك الأبار بسبب ضعف الإدارات الحكومية في قطاع النفط والذي يبتعد عن الاستثمار في مجال النفط البحري بسبب كلفة الاستكشافات البحرية والذي تشكل عشرة أضعاف كلفة الاستكشافات البرية بكافة تفاصيلها مع حضور كبير لعنصر المغامرة والمجاسفة أكبر في البحر مما هو في البر يعني نجاح حفر البئر بالمناطق البحرية قد لا يشترط وجود نفط أمام وجوده في الآبار البرية اشتركوا في القناة